اللي علينا النعمات وبركته من الآن وإلى أبد الأباد كلها أمين النهاردة يوم الثلاث من الإسبوع الرابع من السوم الأربعيني الذي لمخلصنا الصالح والإسبوع الرابع دوان الكنيسة بتسميه إسبوع الإنجيل أو بالمصطلحات الكنسية بنسميه دستور الجهات بتاعنا أنا بجاهد بولس الرسول بجاهد في الصيام بولس الرسول قال كل من يجاهد فليجاهد إيه قانونيا كلمة قانونيا ديا معناها حسب القانون حسب الناموس حسب الوصية حسب الإنجيل علشان كده كنيسة بترجز في الإسبوع الرابع دوان على الإنجيل وكلمة الله والوصية بتاعة ربنا المفروض نحن لما نيجي نقيس نفسنا مش هقيس نفسي بأي واحد قاعد جنبي في الكنيسة أعلى مني ولا أقل مني لأ كده هيقام هقع في صغر نفس يقام هقع في برزاتي حجم الاتنين لكن لما جايس نفسي على وصية ربنا دي اللي أنا هتحاسب بيها في يوم الدينونة الإبن الضال لما رجع لأبو أبو راح قال له قال كده للخدم يعملوا إيه؟ لبسوا الحلة الأولى اللي هي التوبة الحلة الأولى التوبة اللي هي التعتور من التوبة تعطور معمودية تانية ولبسوه تاني خادم في إيديه الخاتم اللي في إيديه دوان اللي هو يجدد الروح القدس ويجدد العهد معاه مرة تانية ويلبسوه حزاء في رجليه الحزاء اللي في رجلي دوان إن الإنسان التائب يمشي بحسب الوصية الإنجلية اللي هو الإنجيل طب أنا إزاي همشي حسب الوصية الإنجلية وأنا مش مواظب على قرية الإنجيل ومش مواظب إن أنا أمشي وفقاً للوصية الإنجلية لقى الكراءات كده من أول أسبوع يوم لتنين كانت بتتكلم عن إن الإنجيل هو الروح والحياة الكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة يوم الثلاثة النهاردة الكنيسة بتتكلم عن الإنجيل والبشارة بالإنجيل أو المناداء بالإنجيل يوم الأربع الكنيسة هتتكلم عن سلام الإنجيل للي ماشيين وفقاً لوصايا الكتاب المقدس الإنجيل ونلاقي الإنجيل بيتكلم إن السيد المسيحي ينتهر الرياح وأول لما ربنا ينتهر للرياح اللي هي التجارب هيحصل هدوء وسلام عظيم الإنسان لما بيقرأ الإنجيل ربنا بيفيد عليه بالسلام يوم الخميس نتكلم عن الإنجيل والاستنارة الروحية البصيرة الروحية الإنجيل بيدي الإنسان استنارة بصيرة روحية عش كده كنيسة بيتلاقي أنت تقرأ إيه؟ بتقرأ السيد المسيح لما عمل معجزة وفتح عيني بارتماوس الأعمى ووسية الرب هي وسية الرب مضيئة تنير العينين وسية الرب مقصوب بيها الإنجيل وسية الله وسية الإنجيل بتدي حكمة وتدي استنارة ويوم الجمعة الكنيسة بتتكلم عن الإنجيل والإيمان واللاقيها في قصة شفاء ابنة المرأة الكنعانية اللي ربنا قال لها عظيم هو إيمانك علشان كده نلاقي إن الإنجيل بيدي الإنسان إيمان قال لها كده السيد المسيح عظيم هو إيمانك ليكن لك كما تردين فشفيت ابنتها من تلك الساعة لما نجي نتكلم طب أن الهدف بقى من الإنجيل إيه؟ لقى يوم السبت الكراءات كلها متوجهة الهدف من الإنجيل إيه الهدف من الإنجيل؟ إن إحنا نكون مش سامعين فقط بيها ولكن نكون عاملين بيها يبقى يوم السبت نتكلم عن الإنجيل والعمل بالإنجيل الهدف كن عاملا بالكلمة لا سامعا إيه فقط ويوم الحد نلاقي قوة الإنجيل قوة كلمة ربنا اللي ظهرت في السامرية وحولتها من إنسانة خاطئة إلى إنسانة مبشرة وده الكلام اللي إحنا بنتكلم عليه في إنجيل النهاردة إنجيل النهاردة نلاقي الكلام ده واضح الكنيس عايزت تقول المنادى بالإنجيل وينه دي إن لم أبشر؟ الضرورة بقت موضوع علي خلي بالكو إحنا في الخلاجي مكتوب يقول الكاهن يقول الشماس يقول إيه؟ الشعب طيب أمين 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 بموتك يا رب نبشر دي من اللي بيقولها؟ الشعب إذا كلنا كلنا عبارة عن إيه؟ مبشرين الإنسان التايب هو اللي يعمل زي السامرية سابت جرتها وعملت إيه؟ وراحت تبشر بكلمة ربنا كلمة ربنا اللي هي إيه؟ الإنجيل توبه وآمنه بالإيه؟ بالإنجيل السيد المسيح لما جيه في مرقص واحد اللي صاح الأولاني لما جيه يبشر بعد المعمودية بعد ما يوحان المعامده في نهر الأردن قال كده توبه وآمنه بالإيه؟ بالإنجيل عشان كده الكنيسة بتركز على الإنجيل النهاردة طيب والمناداب الإنجيلي هتكون عن طريق مين؟ عن طريق الكنيسة الكنيسة إحنا بنبشر عن طريق إيه؟ عن طريق الكنيسة عشكيا نلاقي إن إرايات النهاردة والنبوات بتاعت النهاردة كلها بتتكلم عن الكنيسة يعني لو لقينا في تكوين النبوة الأولى كانت من سفر التكوين ونلاقي إن هنا واضحة قوي الكنيسة في القصة بتاعت يعقوب لما كان هربان من وجه أخوه عيسو وابتدى يروح عند بيت قيل وابتدى يشوف السلم يعقوب من الأرض للسماء العدرة مريم هي سلم يعقوب والكنيسة أيضا هي اللي هتوديني لإيه؟ اللي هتوديني للسماء عشان كده بيقول إن هو جاب حجر وجاب عمود وصب زيت ده واحد بيدشن إيه؟ بيدشن مسبح عشان يبتدي يصلي عليه بيدشن كنيسة يعني هنا بيتكلم عن تأسيس الكنيسة اللي عن طريقها احنا هنبشر سواء كنا كهنة سواء كنا شمامسة سواء كنا إيه؟ أي واحد مؤمن أي واحد من الشعب وفي سفر أشعية بيتكلم في سفر أشعية بيتكلم عن تأمين الكنيسة الكنيسة مؤمنة ربنا هو اللي بيأمنها عشان كيه بيتكلم إن هو يضع أسوارك الحصينة الشامخة ويخضعها وينسقها بالأرض إلى التراب وبيتكلم إن الكنيسة هي عبارة عن إيه؟ في ذلك اليوم ينشد هذا النشيد في أرض يهوزة لنا مدينة حصينة إيه هي المدينة الحصينة ديا؟ هي الكنيسة اللي منبشر عن طريقها والنبوة الثالثة من أيوب بتتكلم على لسان بلد الشوحي إن ربنا هيقدر إن هو يحارب عن الكنيسة ضد أعداء الكنيسة بيقول إن النور يظلم في خيمته وصراجه فوقه ينطفق يعني أي حد يهاجم الكنيسة أبواب الجحيم لن تقوى إيه؟ لن تقوى عليها وفي شوع ابن صراخ النبوة الرابعة اللي أعتقد مش هتلاقوها موجودة في البعض القاطمورسات الموجودة على الموبايلات بتتكلم عن اجتماعات بتاعت الكنيسة وزي إن ربنا هيقوي الكنيسة لو جينا ركزنا كده على البولس هنلاقي البولس بيتكلم عن البشارة بالإنجيل أفاسوس بيقول هو أعطى البعض إن هما يكونوا إيه؟ رسلاً والبعض يكونوا أمبياء والبعض يكونوا إيه؟ مبشرين طب هنبشر بإيه؟ بكلمة الله أي إنسان تايب لما بيقوم من الخطيئة مش بيقوم لوحده بيقوم وبيقوم كل اللي حواليه قوة القيامة ماتوبة هي إيه؟ هي قيامة من الخطيئة فالإنسان لما بيقوم لازم يعمل زي المرأة الساميرية ويروح ينادي ويبشر بإيه؟ بكلمة ربنا عشان كنا نلاقي إن الكاسيليكون النهاردة بيتكلم بيقول إن اللي هيخلص هو اللي جوه إيه؟ اللي جوه الكنيسة عشكها بيتكلم عن فلك نوح وبيقول إن الفلك نوح اللي كانوا جوه الفلك كانوا تمن أنفس وهم اللي إيه؟ اللي ينجوا من طوافان هذا العالم وفي الإبراكسيس هتليه بيتكلم إن إزاي ربنا بيعتني بيه المبشرين عشان كده لما جيه بولوس الرسول ووقف أمام يوليوس ابتدى يوليوس يأذن لهم كده بيقول فعامل يوليوس بولس برفق يعني ربنا بيخلي حتى الناس اللي هم الأعداء الكنيسة وأعداء المبشرين ربنا بيعتني بالمبشرين دول فقالك فعامل يوليوس بولس برفق وأذن له أن يذهب إلى أصدقائه ليحصل عليهم إيه؟ على عناية عشان يعتني به علشان كده إحنا بقى نبص كده على نفسينا ونلاقي نفسينا إن إحنا مؤثرين في قرية الكتاب المقدس لما أجي أسمع مثلا عن القديس العظيم الأنبى إبرقام أسكو في الفيوم اللي كان بيخلص الكتاب المقدس من الجلدة للجلدة فاربعين يوم بتوع الصيام عهد قديم وعهد جديد أجي إيه أنا جنبه؟ على الأقل إن أنا أحاول أقرأ صفح أحاول أشوف أنا السنة اللي فات قدي إيه؟ استديدي أزود شوية في قرية الكتاب المقدس ربنا قادر أن يخلي كلمة ربنا تسكن فينا بغنى وإلهنا المجد الدائم أبديا أمين